بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم يوم جديد ولقاءة أجدد معاكم إن شاء الله في نهار جديد من الساعة 10 صباحا ل 12 ظهرا مختلف الفقرات المتنوعة إن شاء الله تكون داخل بيادة الحوار ببرنامجنا خلينا أبدأ معاكم كده وأقول صباح الأمل صباح الإصرار والعزيمة صباح الإيمان بالهدف والوصول لتحقيقه لما تؤامن بقدراتك وقبل كل ده بربنا سبحانه وتعالى وتثق في نفسك وتسعب إخلاص وتجد وتكتهد وتتعب هتلاقي نفسك وصلت لهدفك ليه بقول كده النهاردة تحديدا لإن إحنا عندنا نموذج حقك ده على أرض الواقع والعالم كله تابعه وهو منتخب المغرب الشقيق منتخب المغرب الشقيق اللي من أول يوم وأول مباراة لي في كأس العالم بقطر 2022 كل الناس تنبقت له إنه ده هيحقق أرقام محترمة جدا في هذه البطولة وقد كان شفنا أداء متميز إيمان بالهدف حلم كانوا بحلموا بيه من زمان اجتهدوا وتعبوا ثقة كبيرة جدا ما بين اللعيبة تنظيم محترم عمل بما يرضو ربنا سبحانه وتعالى اجتهاد كبير جدا 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 ما بين اللعيبة والجهاز الفني وكانت النتيجة إيه؟ إنه هم وصلوا للمربع الذهبي ومين عالم إن شاء الله إنهما ممكن ياخدوا البطولة وليه لا لما تحلم المدرب بتاع منتخب المغرب كان ليه كلمة جميلة جدا قال إن شاء الله البطولة دي بتاعتنا مش اللي بيحصل للأسف في بعض المنتخبات التانية يقول لك إن شاء الله بس حتى نوصل لدور الستاشر ده إحنا لو وصلنا لدور التمانية يبقى إحنا حققنا إنجاز يا سلام لو وصلنا للمربع لأ يعني ده حلمي بس إن شاء الله نحلمه زمان كان يقول لنا في المدارس لما بوك يقول لك أنا عايز امتياز في التقدير بتاعك فده معناه إنه هو عايز على الأقل جيد جدا يقلم جيد جدا مش هيقبل فإنك أنت تحلم بالطموح الأقصى ده مش عيب ولا حرام وإن أنت تآمن بهدفك بالعكس ده دي أهم أساسيات النجاح يعني أنت تآمن بهدفك وتسعى لتحقيقه عشان كده بقول مليون مبروك لمنتخب المغرب الشقيق فخر الكرة العربية وفخر الكرة الإفريقية كونه أول فريق ومنتخب عربي إفريقي يصل المربع الذهبي في بطولة كأس العالم الحمد لله رب العالمين رقم محترم جدا فخرين إحنا كلنا عرب المنتخب المغربي الشقيق فخرين بالأداء المشرف اللي فعلا غير الصورة الزهنية لدى العالم عن القرة العربية وعن الكرة الإفريقية وعن الرياضة بشكل عام في القرى الإفريقية الحمد لله رب العالمين حاجة بجد مشرفة يعني تحية إجلال وتقدير لكل من ساهم في هذا النجاح ليه أنا بقول كده؟ لأنه فعلا يستحقوا لأنهم تعبوا لأنهم أمنوا بهدفهم ووسطوا الحمد لله لتحقيقه وإن شاء الله بإذن الرحمن المقابلة الجاي يوم الأربعاء القادم مع فرنسا يكون إن شاء الله النجاح حليف المغرب وليه لا؟ ما هتونس قبل ما تطلع من البطولة فازت على فرنسا 2 واحد فإن شاء الله بإذن الرحمن المغرب هتفوز بإذنك يا رب إن شاء الله خلال هذا الإسبوع وتصل للمباراة النهائية وإن شاء الله تاخد بطولة العالم وده مش حلمي بعيد أو الحمد لله أصبح قريب المنال زي ما بيقوله وده مش كلامي ده كلام حتى المدرب بتاعهم إنه مش حاطط عينه على مركز تاني ولا تالت ولا رابع لا ده حاطط عينه على الكاس اللي هو المركز الأول عشان كده ياريت كلنا فعلا نحط عيننا على الهدف منذ إنك إنت تحلم كده إن أنا عايز أعمل كذا أو إن أنا عايز أبقى كذا وحتى لو قبلتك العرقيل والتحديات ولو حاسس إن الهدف ده كبير عليك لكن ما فيش حاجة كبيرة على ربنا سبحانه وتعالى آمن بربك ثم آمن بقدراتك وموهبتك وتوكل على الله واخلص النية واعمل بجد واكتهاد وإن شاء الله النجاح هيكون حليفك وعندك نموذك بأكده تاني منتخب المغرب الشقيق اللي هما ما شاء الله شرفونا بجد في العالم كله بالأداء المشرف والحمد لله رب العالمين إن شاء الله يعني عندي أمل كده وعندي إحساس إنهما يوصلوا لمراكز متقدمة في هذه البطولة ويصل التحقيق يعني حلمهم والحلم العربي بل حلم القارة الإفريقية مبسوط باللحمة العربية مبسوط بردود الأفعال بكل الدول العربية مبارح كده بعد المباراة خدنا الخضول لنا تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وأتواصل مع مجموعة من أصدقاء مختلف كده الدول العربية كل الناس بغير البروفيلات بتاعتها للمطش بتاع المغرب للعيبة لعالم المغرب ودي حاجة جميلة جدا إن احنا نتكاتف ونجتمع كأمة عربية على حاجة واحدة وندعم بعضنا البعض وده المطلوب إثباته وليس فقط في الرياضة ولكن في كل المجالات ومختلف التعاونات اللي احنا ممكن نتعاون عليها كعرب على قضية واحدة إن شاء الله ربنا يدوم علينا هذا الاتحاد يدوم علينا هذه النعمة وكل التوفيق إن شاء الله للأمة العربية في مختلف المجالات صباح الإنجاز صباح الفخر والعزيمة نسمى أغنية ونرجع نعرف تفاصيل حالاتنا النهاردة وننهار قديد